الطلاق رحمة كما أنه قد يكون مؤلما إلا أنه قد يكون عذبا و ذلك في حال طلب في حال وجود ما يجبه كثير من الناس قد ينزعج من الطلاق و يراه آفة و مدمر لكن الله تعالى من رحمته أن شرع الطلاق لحل ما لا يمكن حله من المشاكل التي تعصف بالأزواج و بقاء الزوجين في ظل المشاكل التي وصلت إلى طريق مسدود لا يمكن معه إلا الانفصال و البعد لتسكن النفوس و يشق كل واحد من الطرفين حياته فيما بقي من عمره هذا ما في شك أنه من الخير و من الحكمة و الرحمة و لذلك الطلاق حكمة و رحمة كما أنه قد يكون استعمالا في غير محلي فيما إذا طلق الإنسان من غير موجب و الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة كما ذكر الفقهاء يباح و يستحب و يكره و يحرم و يكون أيضا واجبا فالحكام فيه خمسة قد يكون واجبا و قد يكون مستحبا و قد يكون مكروها و قد يكون حلاء مباحا و قد يكون حراما